الدكتور أحمد السيد يشرفنا بالحضور إلى السدوات برنامج الألوان السبعة للحديث عن قضية أدبية فكرية معرفية تتصل بواقعنا وتتصل أيضا ببعد الإنسان عن ذاته أو قربه منها من خلال الأدب كرسالة وفلسفة أين نحن من الأدب الحقيقي وما هي رسالة الأدباء كيف يمكن لنا أن نلامس جراح أطفالنا الذين يعيشون في هذه الدنيا بكل الألم والمعاناة وهم صامتون اسمحوا لنا هنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد السيد إعلاميا وكاتبا وأديبا فمرحبا بك معنا في السدوات الألوان السبعة أهلا وسهلا بكم وأبارك لكم وصلى خمس سنوات من العطاء المتجدين بحضوركم ومحبتكم وكرمك الله أخي أحمد وأحبانا الأكارم اسمحوا لنا قبل الغوص في التفاصيل أن نأخذ هذه القراءة حول قضية مفهوم الأدب ورسالته في ظل الأزمات والنزاعات والحروب ودور ورسالة الأدباء في هذا الزمان الصعب تعيش منطقة المشرق الإسلامي حالة من عدم الاستقرار السياسي والعسكري بفعل عوامل متعددة كلها أسهمت في صناعات الأجواء المشحونة بالأحداث الدامية في بصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين وغيرها وهو ما تطلب واقعا أدبيا جديدا يعيشه المثقف العربي إذا أهاده المستجدات الأدب على مدار التاريخ كان صنيعة الواقع ولكن الأسئلة التي تطرح اليوم تتعلق بالأدب ووجهته ومصاراته التفاعلية فهل يا ترى سنرى أدب الأزمات ينتشر بفعل الواقع الحالي؟ إن الأدباء والشعراء والمختصين في سائر الفنون الأدبية اليوم مطالبون بالعمل على وضع توجهاتهم الأدبية لتوثيق الحدث الجاري في عالمنا اليوم وتحويله لقيم مفاهيمية واضحة تمكنهم من الانتقال بالمستويات الأدبية من مضامينها الفارغة والمفرغة إلى فضاء جديد فضاء ينير للشعوب طريقها نحو عالم التحرر وتحفيز النفوذ على البذل في سبيل الحرية والكرامة ورفض الاستعباد والذل وعيش المهانة وهنا يمكن لنا أن نتحدث عن مجموعة واسعة من الضرورات الشعرية والأدبية التي يمكن لها أن تتعاطى مع الواقع اليومي أدبياً بصورة غير روتينية وغير مفرغة من مضامين الجمال الأدبي وروعة السياعة وروح التجديد الأدبي المنطلق من رحم المعاناة اليوم نعود للترحيب بضيفنا الكريم الشعر والأديب والمترجم والإعلامية زميل الدكتور أحمد السيد أهلاً وسهلاً بك معنا إذن نحن أمام طور جديد من أطوار هذا الأدب بفلسفته وروحه نحن نتحدث عن أدب أزمات نتحدث عن رسالة جديدة للأدباء في ظل هذه الأزمة المستعصية الموجودة في المشرق برمته الأديب هو ابن واقعه يجب أن يترجم هذه المعاناة التي يعيشها أبناء أمته يجب أن يكون صوتهم صارخ في وجه كل ظلم في وجه كل طغيان الآن الأديب إذا لم يؤدي دوره في بث الهمام في استنهاض هذه الأمة من كبوتها فلن يكون أديباً حقاً لذلك الأديب دائماً عليه أن يكون مترجم لمشاعر هذه الأمة التي تعيشها يبث روح الأمل يبث روح التحدي هناك أشعار تستطيع أن تحرك شعوب بأكملها وهناك أشعار تستطيع أن تخمد ثورات بأكملها ذكرتني بأحد الشعراء وقف أمام أحد السلاطين أو الملوك فقال له وأنا أعتذر للسادة المشاهدين عن استخدام هذه العبارات ربما بالدلالات العقائدية قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار أحكم فأنت الواحد القهار عندما يضيع الشاعر وتضيع البوصلة وتضيع الهمة نحن أمام أزمة حقيقية عنوانها الشاعر وعنوانها الأديب وعنوانها المفكر والمثقف صحيح يعني لأهمية الشعر والشعراء تجد سورة كاملة في القرآن باسم الشعراء والسورة في مجملها تتحدث عن نماذج كانت سلبية يعني لإعلام في عصر النبوات والرسالات المختلفة ثم آخر شيء تختم السورة بتوضيح من هو الشاعر الذي يستثنى من هذه الأمر إلا الذين آمنوا وعيدوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا يعني هذا القيد هو فعلا الذي يأتي ضد الظلم ضد الطغيان ينتصر ضد الظلم لا يكون في صف الظالمين هل لديك شيء حول قضية أزمة الواقع أدبيا؟ هل لديك شيء في إطلالتك حول قضية أدب الأزمات الذي بتنا نلمح ملامحه تتشكل الآن في المشهد العام نعم هناك قصيدة سميتها عيد الأمة بين الآلام والآمال جميع أقول فيها قالوا أهل العيد فلتتبسموا أتبسم والشام يصبغها الدم أتبسم والمسجد الأقصى غدا جهرا على مرأة لآم يقسم أتبسم ومآذن التوحيد لا تشدوا بتكبير ولا تترنم أتبسم والشام تنزف حسرة والكون كل الكون أعمى أبكموا أتبسم وعراقنا في كربها وبلاؤها وشقاؤها يتعاظم أتذكر الأيتام باتوا وحدهم لا أمة حضنهم ولا ترعاهم أتذكر الوطن الحبيب حرمته والغاصب المحتل فيه ينعم بالله كيف ترى بوجهي بسمة وأخ جريح في سجون يظلم أن التبسم والطغاة بأرضنا عاثوا فسادا في الديار وهدموا أم كيف أمحوا من خيالي صورة هي من سواد الليل حقا أعظم هي صورة الطفل الغريق وقد غدا رمز الهوان على الأنام يخيم وتلوح في أعماق قلبي صورة للعيد يرجوها الفؤاد ويحلم هي صورة الإسلام عن مضياؤه في الكون يهدي أمتي ويقوم هي صورة للقدس ترفع رأسها لا مستبد بشأنها يتحكم بغداد عادت للعلوم منارة بين الشعوب لها المقام الأعظم والشام غادرها الطغاة أذلة ما كان للطاغوت إلا العلقم هذا هو حلمي هذا هو حلمي لعيدك أمتي وبغير هذا العيد لا أتبسم مهلا فإني ما ختمت قصيدتي فبغير نور النصر ليست تختم نور بدى في ليل غفلة أمتي فتبدد الليل الكئيب المظلم نور بدى حين الشباب تمردوا وقيود ذلتهم بعزم حطموا وقفوا بوجه المجرمين صوارما وعلى طريق العز كم سال الدم في مصر في شام الإباء وفيهما خطت بأيدي الثائرين ملاحموا في غزة العز المطرز بالدماء أبطالها نور ونار تضرموا في القدس حين تمردت عن صمتها ما أروع السكين إذ تتكلموا قسما أيا من تسمعون قصيدتي وأنا هنا في غربتي أتألم سأكون في غدنا بأرض رباطنا ولأجل أقصانا سينساب الدم وهناك أبلغ غاية فقصيدتي بدمي على أرض الرباط ستختمه الله أدب وأمل في نفس الوقت وإطلالة على جوانب وصور شعرية إبداعية أدبية كبيرة جدا دكتور أحمد نحن نتحدث اليوم عن تجسيد المعاناة وأرشف أيضا لها إذا تحدثنا الآن بجانب تخصصي دعنا نتحدث الآن في قراءة أدبية شعرية في هذا الواقع الطفل يدفع الثمن وهو صامت فهل من قراءة أدبية تخص هذا الطفل هل علينا فعلا أن نتوجه إلى هذا الطفل بخطابه بأسلوبه بلغته حتى باللون الأدب الجديد الذي علينا أن نعامل الطفل فيه في ظل الأزمات العاصفة دكتور أحمد أظن أن الأطفال أكثر من يدفعون ثمن غاليا في ظل الأزمات ونحن عندما نتحدث عن أدب الطفل أدب الطفل هو الأدب ذاته لكنه موجه إلى شريحة الأطفال وهو عمره تقريبا قرنين من الزمن لا أكثر أدب الطفل ينبغي أن يعمل على تنمية قدرات هذا الطفل المهارات وينبغي أن يعمل على استقرار نفسي للطفل يعني عندما نحدث عن أدب الطفل حتى في ظل الأزمات لا ينبغي هنا هذه قضية ربما مهمة لا ينبغي أن يكون بمقصدنا أن يكون أدب يخبر الطفل عن الأزمة لأن أكثر ما يعاني الطفل خلال الأزمة هو أنه يفقد طفولته لا يسمع الموضوع التي ينبغي أن يسمعها كطفل فلا يسمع إلا الحروب وأصوات الطائرات والقذائف وهذه مشكلة وبحالة جاء إلى أدب يعني يجعل لموه النفسي متوازن يتحدث له عن العائلة عن الأسرة عن الجار عن العيد عن المدرسة يعني لا يقتصر ولكنه في نفس الوقت دكتور أحمد يحتاج أيضا إلى لغة خطاب إبداعية بمعنى ليس كل أديب يستطيع أن يخاطب الطفل هذه نقطة مهمة جدا هناك أدباء كبار يعني يبدعون في خطاب الكبار لكنه يعجز عن مخاطبة الطفل لأنه أدب الطفل يحتاج إلى قدرة الكاتب على تبسيط هذه المفاهيم يعني كل المفهوم بقدر ما هو عميق بقدر ما هو أيضا بسيط بكلمات بسيطة بجمل قصيرة يعني أبرز ما يميز أدب الطفل هو البساطة والوضوح لا تستطيع أن تقعر الكلام عندما تتحدث مع الطفل لذلك هذه المعرى قد يكون أحيانا كاتب بسيط يتقن وقد يكون كاتب له اسم لكنه لا يستطيع يبسط ليصل إلى الطفل المفاهيم والمصطلحات وحتى الكلمات البسيطة وهناك أيضا فن جديد وهو فن تلحين الكلمة الخاصة بالطفل دكتور أحمد أنت كانت لديك إسهامات في هذا الجانب ونحن هنا نوجه أسادة الملحنين وشركات الإنتاج تحديدا لتبني مثل هذه الأعمال التي تخاطب الطفل بأكثر من صورة وبأكثر من لون خطاب بصورة احترافية منهجية من خلال صناعة الكلمات التي تستحق أن تلحن وإيصالها للطفل بصورة أدبية وفنية دعونا هنا نستمع لبعض من قصائدك الملحنة دكتور أحمد نحن نتحدث عن الطفل في ظل أزمة نتحدث عن الطفل كمفوم الطفل ككائن كيف نخاطبه وكيف نلحن له هذه الكلمات هذه الكلمات كما تفضلت عندما تحدث عن الطفل وداب الطفل يكون دائما الطفل يشد أكثر إلى الكلام الملحن لذلك موضوع التلحين كان أساسي نقوم بكتابة مجموعة شعرية كاملة لمنهج للأطفال بمواضيع متنوعة بعضها اجتماعي حتى مواضيع العلوم وهي تكون أصعب الرياضيات وبعض المواضيع العلمية كتبت فيها أنا قصيدة مثلاً أقولها ملحنة إن شاء الله صوتتي يساعدني تفضل بيتي بيتي نبض جناني فيه من كل الألوان أمي وأبي نبا حناني والإخوة خير الخلاني أبدأ يومي عند الفجري أبدأه دوماً بالذكري بيت رائع فيه أقضي أجمل ساعات من عمري وأرتب في الغرفة لعبي أقلامي أشياء كتبي ونظافة بيتي أحفظها كي يلمع دوماً كالذهبي بيتي علم لعب عمل بيتي تربية تكتمل بيتي هو حضن يجمعنا بيتي حب بيتي أمل الله طبيب ومبدع وفنان وملحن أيضاً هذه إضافة جديدة ربما علينا أن نضيفها إلى أسلوب التعريف حقيقة هذه الفلسفة نحتاجها اليوم ونحتاج أيضاً إلى رعايتها واحتضانها الأسلوب الأدبي الملحن هل فعلاً يترك الأثر النفسي والسلوكي والنفس حراكي كما يسميه أهل علم الاجتماع في الطفل أكثر من الكلام نشرات الأخبار برامج الأطفال الخاصة وحتى الرسوم المتحركة بوجهة نظرية بالتأكيد الموسيقى بها ذاتها هي غذاء روحي نحن أحياناً نتعامل معها بشكل سلبي لكن فعلاً هي غذاء روحي يحتاجه الإنسان فعندما تتوائم هذه الموسيقى المناسبة مع الكلمة المناسبة تحدث أثر أكبر بكثير وهذا أساساً نحن في مواضيع أدب الطفل في الواقع العربي نعاني أنه يعني يكاد يكون ليس لدينا أدب طفل يعني وإذا وجد فهوين حاصر فقط في القصة التي تعاني من كونها أما مترجمة أو تجارية أو للأسف هذه أكبر مشكلة فيها أن تكون شديدة المباشرة في طرح الفكرة فتجد يعني كأنها درس ولكن بصيغة قصة تلقين أستوى تلقين مباشر صحيح لذلك الكلمة عندما تنمزج مع اللحن المناسب أظن تحدث أثر يعني تجد الأطفال تساعد أيضاً على حفظ الطفل لها ما هي الرسالة التي يمكن لشاعر يعيشوا في هذا الزمان أن يرسلها في دقيقة إلى الجمهور الذي يتابعه ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الأديب والشاعر لنقتبس جزءاً من حكمتك وتجربتك الذاتية دكتور أحمد في هذه الحياة وفي هذا الجانب الفني ماذا توصي إخوانك من الشعراء والأدباء؟ يعني أظن أهم ما يمكن أن أوصي به هو هذه الملكة التي وهبك الله إياها يستطيع هذا أن يكتب هناك ثغرات كبيرة وهناك حاجة كبيرة في جانب الأدب في جميع فروع سواء أدب الأزمات الأدب الاجتماعي الإنساني الأدب الطفل هناك ثغرات في كل هذه الأمور نسمع مثلاً كثير من الأناشيد الإسلامية إن صحة التسمية أحياناً نجد كلماتها ضعيفة بالمقابل هناك كثير من من يستطيع أن يكتب يعني على من يكتب عليه مسؤولية أن يوصل كتابات هذه الراقية الهادفة لتصل إلى جميع الناس لتصل مكتوبة وملحنة ومرئية لا سيما في قصيدتك الأخيرة والبيت والنظافة والارتباط بالأسرة إضافة إلى العديد من القيم التي تم بسطها في مثل هذه القصيدة الواحدة فكيف إذا تعممت هذه المفاهيم في أكثر من لون وصيغة أدبية وشعرية؟ أشكرك جداً دكتور أحمد السيد الإعلامي والشاعر والأديب والملحن والمغني أيضاً والمنشد دعني أقول هكذا شرفتنا بحضورك هنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة ونتمنى لك مزيداً من الازدهار ونكرر ونشدد على هذه الوصية للملحنين والعاملين في قطاع الإنتاج بضرورة تسليط الضوء على الأغاني والأناشيد الهادفة وتلحينها وإتاحة الفرصة أمام المبدعين من أمثال الدكتور أحمد وغيره من الأدباء الذين نعرف بعضهم ولا نعرف كثيراً منهم بإبرازهم كنجوم معرفيين حقيقيين كل التحية لكم حبانا الأكارم وموعدنا مع الكاريكاتور